عودة اطول واخطر دوري ممتاز في العالم الدور المصري الممتاز دور السخاء الكبير المزهة في الخاصة وكاكه عالي بعد فترة التوقف الدوري بسبب البطولة افريقية رجع لنا بقى بسلطاته ببابا غنجه بالتحكم المصري بحكامه بمرتدى منصوله التصرحاته هو وعياله رجع لنا بكل حاجة الا حاجة واحدة الجماهير الدور المصري زي ما عتدنا في السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية بدون جماهير وكلاسيكو الكرة المصرية الكلاسيكو الكرة الافريقية والعربية قمة الكرة المصرية حيتلعب كمان كم يوم فحضور جماهيري ستين نفر طهور بن ام محمده على استاد لا استاد القاهرة خلاص سكناها بعد ما ديوفره واحد لمنها السجاد وقدناها للجنان والكبيات في النيش وسكة عن نجيلة حيتلعب على استاد العوامات استاد بورج العرب هاتعوامتك معاك فحضور جماهيري ستين نفر الزمالك بيلعب الجونة تحتقادة فنية لخالد جلال بعد انتهاء عقد كريستان جروس اللي مرتضى منصور مسادة الرجل بينتهي عقده فقال له روح خد شانطتك واخلع يا عم مع السلامة كريستان جروس اللي عمل من الفسيخ شرباط وقدر انه هو يحقق البطولة الكونفدرالية الاولى في تاريخ نادي الزمالك والتانية في تاريخ الكرة المصرية والبطولة الافريقية الاولى لنادي الزمالك من الفين وثلاثة اخلع يا عم مش عايزينك انت راجل كويس وبتحقق بطولته بتعمل من فسيخ شرباط لا مش عايزينك روح احنا نجيب خالد جلال جاء خالد جلال وحب يحط بصنته في ماتش جونة فخسر نقطتين ولو الاهلي كسب يوم اللي اربع من مقاولين يبقى الدوري في الجزيرة الراجل بدأ بيعتمد على طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد بتتحول لتلاتة خمسة اتنين بيعتمد فيها على السلاسة دفاعي بهاء ماجدي ومحمود علاء اولوينش في البلد اوب بيبني هاجمة عن طريق قطيب سلاسة دفاعي في تاريخ الكرة المصرية وبالذات بهاء ماجدي اللي دخل عن طريق الناحية الشمال هدفين خسروا الزمالك نقطتين وعلى النحية اللي مين حمد النجاز اتنين نص ملعب طريق حامد وساسي قدامهم تلاتة محمد ابراهيم اوباما واحمد سيد زيزي قدامهم عمر استعيد في وجود حارس المرمى الشاب عمر صلاح الزمالك بدأ المطش بدون اي حاجة بطريقة الهب اللالا بيبني هاجمة عن طريق قطيب سلاسة دفاعي وقدامهم الراجل الطيب طريق حامد وقدامهم المعلم ساسي ازا مالك بيروح وبيوصل لجون ولكن الغرباوي بيصد لغاية الدقيقة تقريبا تلاتة واربعين من الشوت الاول وبتوصل كرة محمد ابراهيم في السكسيار ده بيحطها في المدرجات حاجة غريبة الراجل كان عايز يعد رجله اللي شدت الكرة ديت في المدرجات بيدخل خالد جلال الشوت التاني بنفس الطريقة وبنفس اسلوب اللعب وبتيجي كرة على ناحية الشمال محمد ابراهيم بيلعبها بالعرض بتفوت من ساسي وبتيجي لطريق حامد الرجل بيحطها قذيفة ما يقدرش الغرباوي القسر قمته والقوة التصويبة ان هو يتصدلها في الدي اربعة وستين ويحرز زمالك الهدف الاول بعدها على طول الراجل خالد جلال بقى حاب بيفنن ويتكتك فطلع اه عمر السعيد ونزل مكانه مدبولي مدبولي راس حربا انا مش فاهم بعدها بقى رضا شحاتها مسكتش فنزل شبروي واحمد ياسر رايان فاحرز الهدف الاول بعدها بتقريبا بخمس او ست دقايق مفيش يعني احرز الهدف الاول عن طريق الجبهة الشمال لنادي الزمالك بعد الشبراء ومعامل عرضية احمد ياسر رايان بينط بيتير عليها خطأ بالتقطيع من حمدي حمدي النجاز ومحمود علاء فبيحط هدف التعادل خالد جلال يسكت لا ما يسكتش ازاي طلع محمد ابرهيم ونزل محمود عبدالعزيز زيزو في نص الملعب بقى عايز يدافع الراجل انا مش عارف محمود عبدالعزيز نزل يعمل ايه هبا الزمالك تلب الجن التاني وخطأ عن طريق عمر صلاح حارس المرمى الواحد اللي عمل نهائي ببطولة كونفدرالية مفيش احسن من كده الراجل عمل غلطة يعني تفوت له الراجل تفوت له لسه صغير والشاب واعد ومفيش حد على الدكة جنش مصاب وعمد السيد مصاب فهيبقى امين مفيش حراس فهو اللي عيكمل الدورة مع الزمالك في مطش الاسماعيلي ومطش القمة فالزمالك اللي حاكم وبتعاركه بتحصل مشكلة ما بين محمود علاء وما بين احمد ياس الرايان وبشتموا بعض في حدور محمود عشور اللي كان بيحكم مطش تاني في حتة تانية في وقت تحصول الجريمة دي لغاية الدقاءة الاخيرة بقى وعرضية من طريق حامد على رأس محمود عبدالعزيز وبيحرز الهتف التاني للزمالك عشان يتعدله ومحمود عبدالعزيز في اول لمسة ليه او في اول مرة الكادر يجيبه وجاب جون فحاجة حساب للصراحة في الديئة 97 وحصلت مشكلة اطرد على اساسها الجزار من الجونة وقبوة من الزمالك اللي عيغيب عن مطش الاسماعيلي وبيخسر الزمالك نقطتين عشان لو الاهل يكسب يوم الاربع يحقق اللقب رسمي لو فايز على المقولين يحقق الرقب رسمي ويكون درع البطولة في الجزيرة خرج مرتضة منصور بقى بعد المطش ما انتهى ونقطة هنا ونقطة هنا طلع يتكلم بيقولك ان السبب في تعادل الزمالك وخسرته نقطتين هو المنتخب المصري مال المنتخب المصري انا مش فاهم بقى مال المنتخب المصري المنتخب المصري خلاص روح مفيش منتخب مصري مفيش بطولة افريقية عم مرتضة اصحى معانا كده وفوق وركز رجع وقال لك ان التحكيم المصري انا معاك ان الراجل محمود عشور كان في حتة تانية في المشكلتين اللي حصلت وكويس ان هو طلع كارت احمر هنا وهنا في الاخر في الاخر الدقيقة بس فين ومن اول المطش ضرب هنا وضرب هنا وتحت الحزام هنا وتحت الحزام هنا ومش بس كده قال لك ان السبب في خسارة النقطتين دول هو الاتحاد المصري لكرة الخدم الاتحاد المصري اللي مش عارفين مين بيديره دلوقتي انا مش عارفين مين بيديره هو محلول خلاص انا بريد اقدم استقالته ومعظم اعضاء الاتحاد المصر قولة القدم قدموا استقالتهم انت بتهدد في مينة يا سيادة المستشار فمش عارف امير المرتضى منصول خرج قبل ومطش الجونة قالك ان احنا مش رايحين نلعب مباراته وديه عشان نكسب تسعة وسبعة وتمانية مع انه كان في كوبروس كان بيتعادل رجع اتعادل مع الجونة وخسر نقطتين وتقريبا خسر الدورة على في حتة تانية خالص والدورة المصر الممتاز حسام البدري بيقدم استقالته من رئاسة نادي بيرامدس طب ايه عم حسام هتدرب الزمالك هل حسام البدري حيبقى مدير الفني للزمالك الموسم الجاي ويمشوا خالد جلال دي في التعليقات بقى نشوفه اراءكم او ممكن يبقى هو المدير الفني لمنتخب مصر وانا محبس كده او مفضلش ان حسام البدري يبقى المدير الفني لمنتخب مصر ويبقى انا قولنا العيوكم في الكومنت الاهلي حيلعب المقاولين يوم الاربع والزمالك مع الاسماعيلي لو الاهلي فاز بغض النظر عن نتيجة الزمالك او الاسماعيلي الاهلي بطل الدوري والدرع في الجزيرة هارد لك لنادي الزمالك مبروك لنادي الجونا نقطة واداء كويس جدا من المدير الفني رضا شحاتا ومدير الكورة حسام غالي ابناء النادي الاهلي لو عجبكم الفيديو ما تسوش تحملوا لايك وشيروه وسبسكراب للقناة وساموا عليكم الدوري المصر الممتاز